أهلا وسهلا فيكو أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في شكل جديد تمام على القناة هاي طبعا هتكون اختصاص القناة الثانية يا اخوان ماشي والاختصاص في الأمور الروحانيات والأمور اللي بيحكوا عنها روحانيات وإلى آخرية تمام طبعا مش مشترك في القناة يشترك في القناة بفعل الجرس يا اخوان عشان نشوف هلقات السابقة هلقات الجاية وتستمتعوا معانا في طريقة كشف الأمور هاي اللي بيستخدموها السخرة والدجلة والبلاوية هاي تمام اليوم عندنا بدنا بيضة تمام بدنا صحن زي ما انتم شايفين صحن عادي هذا جيبوه أم محمد سمحت لي اشتغل فيه هذا تمام وأصور فيه اليوم الله خلينا محمد صحن عادي هايوه ماشي بيضة عادية عشان تعرفوا انه البيضة ما فيها اشي تمام هايها البيضة شايفين ما فيها اي شيء عشان تشوفوها بالمكان هذا احسن عشان اضاءة لا يوجد بها اي شيء غير البيض تمام هايها هايها البيضة ما فيها اي شيء بيضة عادية بيجيبوها من الدكان طيب بداية الروحاني في المكان اللي بروح عليها عشان يقولهم انا بسحب ودعملكو امر خالق ماشي قدامكو دعم الامر خالق طبعا هاي انا داي هايين ما فيها اي شيء تمام فعشان يقول لكم بتعمل لكم امر خالق للطبيعة وانتو تسدقوه بيقول لكم روحوا جيبولي بيضة من الدكان طبعا هم بيجيبوا البيضة معهم الروحانيين انا لأ انا عندي بقول لكم روح جيبوها من الدكانة وتعالوا يعني روحوا اتبع البيض اتبع الدكانة تشيلوا بيضة من الدكان طبعا لازم تكون كبيرة عشان يكون الحجم تبعها يعني يعطي مساحة اكثر ماشي انا بقول لكم روحوا جيبوها من الدكانة وتعالوا ماشي ديش منكم اي شيء غير تروحوا جيبوها البيضة ما هاي من الدكانة تمام بقول لكم جيبولي شمعة ماشي عشان اولع الشمعة بقول لكم كمان جيبولي قداها من عندكم عشان ما يكون فيه اي شيء روحاني تمام القلم هذا انا بجيبو معي لانه هذا قلم روحاني مطلسم عليه من شركة شركة ايش شركة ماركر تمام مطلسم عليه من شركة ماركر وايت بورد ماشي مطلسم عليه بالطلاسم الروحانيه ال اللي هي هي تمام بقول لكم هذا انا بجيبه معي لانه هذا القلم مطلسم وهذا القلم لازم اجيبه معي عشان اكتب على البيضة اللي بدكم اياه طيب طيب ولعنا الشمعة جبنا البيضة تمام اليوم بدنا نكتب على هاي البيضة طبعا انا ورجتكم اياها البيضة كمان مرة راح ورجيكم اياها انه لا يوجد بها اي شيء تمام يعني اذا بجيكم واحد روحاني ماشي قولوا له تعال جيبوا كشاف زي هذا كشاف صغير وحطوه على البيضة منتحد وشوفوا في داخلها في اشي ولا لا قبل ما يبلش يشتغل يا اخوان تمام هايها البيضة ما فيها اي شيء ومش مثقوبة ومش مخزوقة ولا فيها اي شيء يا اخوان تمام طبعا انا بدي اياكم تتابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا كل الوضع كيف صار وشو الطريقة اللي سويناها فيها طيب بنجيب القلم الماركر يا اخوان اللي هو مطلسم عليه من شركة ماركر وايت بورت تمام نكتب هون مثلا هاي البيضة فيها كتكوت تمام مش هاي فيه اقنية بتقول توت توت هاي البيضة فيها كتكوت هاي تمام هاي البيضة فيها كتكوت يا اخوان بعدين مرسم عليها هون نجمة مثلا على سبيل المثال نجمة شاشنبه بتطلع واضحة بس ها 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 تمام نرسم عليها نجمة ومنكتب عليها هون فلانة بنت فلانة لانه النسوان عادة البيضة يعملوا هذه الشغلات هي بيجوم هذولة اللي بيجوم يعملوا سحر وإي اخره فلانة بنت فلانة بنكتب هون طلسم غريب عجيب الى خرهي بنخربش هون مثلا هون على سبيل المثال بنكتب شحتوت هاي شحتوت اللي هو الخادم اللي بده يجبيننا السحر ويحطنه فيه جوا البيضة هاي اخوان تمام وبنرسم هون وجه مبسوط تمام نكتب هون ماشي المغامر ايهاب الحوراني ماشي وبنحط هون لايك بنعطي لايك اخوان ومش بشترك في القناة يشترك في القناة بفاعل اجارس طيب هيك احنا بنكون ايش سوينا الطلاسم اللي هي مفروضة هون ناقص استنى 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 هون بنرسم وجه زعلان انه هو في سحر وكذا وكذا هاي وجه زعلان تمام بنكون هيك عملنا الطلاسم اللي هي المطلوبة لهذا الدجال او هذا السحر اللي جاي عشان يطلع السحر اللي موجود يا اخوان تمام بدو طلع السحر اللي موجود من البيضة اجع عندي الجماعة قال لهم في عندكو ذهب بالبداية اجع عندي الجماعة قال لهم في عندكو ذهب وانا بدي اسحب الذهب طيب اقنعنا كيف بدك تسحب الذهب ماشي بقولهم روح جيبولي بيضة او هو بيجيب بيضة معاه وهو جاي تمام وبجيب قلم اللي قلنا عنه هذا القلم الروحاني من شركة ماركر تمام وبجيب قداحتو معه وبجيب شمعتو معه او بتجيبولو انتو شمعة وبجيبولكو انا بدي اعملكو شغلة خارقة عشان تقتنعوا في الكلام اللي انا بدي اسحب عشان تقتنعوا انه انا بدي اسحب ماشي بدي اسوي لكم قدامكم معجزة او اشي خارق يخوان تمام وارجيكم كيف بنشغل وارجيكم كيف السوليف هاي تمام لان هاي داي ما في هاي اشي هاي البيضة موجودة الان بقولكو في هاي اللحظة بدي اروح الحمام او بدي اروح او بدي اصلي او بدي اسوي او بدي اعمل عشان الخدام يشتغلوا على البيضة بالطريقة الصحيحة لازم يقولكو بدي اروح اعمل شغل معينة تمام طبعا راح التلسم من هون نرجع من طلسمها مرة ثانية تمام لانه راح التلسم ايوه هي كيك تمام بقولكو انه هو بدي يروح مكان بدي يصلي بدي يروح الحمام بدي يروح وين مكان خليكم معا طبعا برجع يا اخوان من الصلاة او من المكان اللي هو كان موجود فيه تمام وبيجي بقولكو يا عمي خلينا نشتغل في هاي البيضة ونشوف شو وضعها طبعا الان التلسم والبلاوي هاي انطبخت ماشي يعني استنينا عليها تقريبا ربع ساعة او نص ساعة لحد ما انطبخت يا اخوان التلسم وسحب العمل اللي موجود في المقبرة اللي موجودة في من عارف وين تمام في مقبرة مقبرة سحاب مانوردنية معانا بتابعوا فبقولك انه انسحبت من مقبرة سحاب يا اخوان تمام اذا اشتغلنا على التلسم اشتغلنا على الامور هاي وجبنا الزبدية وجبنا الامور هاي وجبنا هاي وجبنا هاي الاخري طيب الان بدنا نشوف السحر كيف بنشغل بيجي بيجو قولك هاي البيضة تمام اشي بسيط جدا ما علي اي كلام كويس بفقسها قداما هاي هاي قدام الجميع يا اخوان اللي حافقسها الان ما رح يطلع من هاي شي هاي فقسة البيضة هاي هذول اللي فيهم الطلاسم تديروا بالكو هذول تديروا بالكو فيهم طلاسم وشغرات زيك حطوها في الزبالة تمام بيجو بقولك في هون قشري يا اخوان في قشري طمام بيضة خربانة يصلى مدية تبع الدكان اللي معطينا بيضة خربانة تمام او عليها الجنين طالع تمام يا اخوان بيجو بقولك هاي البيضة دفقسها قدامك البيضة ما فيها اي اشي اخوان هيها ولا فيها اي اشي الان بدو يشتغل فيها على الطلاسم الثانية لسه ما سحبت البيضة لغاية الان ما سحبت لا بدو يشتغل فيها على الطلاسم الثانية بقول قندر بندر بندر ماشي وبيبلش في البيضة يعمل هيك يا اخوان هيك تمام هيعمل هيك يعمل هيك في البيضة يعمل هيك لسه لسه ما اجاش العمل اللي موجود يا اخوان تمام لسه ما اجاش العمل اللي موجود بلش يخلط فيها يخلط فيها قبل ما يوصل العمل للمكان تمام بلغوصها قدام بلش العمل بلش يطلع العمل يا أخوان بلش يطلع العمل ها 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 شوها شوها لا إله إلا الله دقيقة يا أخوان لسه بلش العمل ييجي ها هيو شوفي عنده هون طبعا الناس هون بتستغرب بتقول وف شوها طلع معا شعر معليش طبعا ها المنظر يا أخوان بس عادي يعني هذا بيض فطلع معا شعر يا أخوان هاي زي ما انتم شايفين شعر لوحدة كويس هاي طويل الشعر شعر لوحدة ماشي بقولهم هاي طلع معاي الشعر زي ما انتم شايفين هاي بداية العمل دقيقة خلينا شوف إنها شغلة مرطة فيها طبعا مش مشترك في القناة يشترك في القناة يا أخوان وفاعل الجرس تمام هاي الشعر طلع معا لا إله إلا الله طلع معا الحجاب ها الحجاب طلع معا يا أخوان شايفينه ورقة والله مشكلة هاي بفتح الورقة قدامهم طبعا بقرأ وكذا وكذا ويا خدام من عارف مين ويا خدام من عارف ايش تمام ويا خدام مش عارف مين مين راح عند مين ماشي بطلع الورقة وعليها التلاسم يا أخوان ماشي مكتوب عليها لا تنسوا دقيقة هاي لا تنسوا الاشتراك بالقناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس طلع معا عمل عمل يوتيوبي يا أخوان ماشي عمل يوتيوبي من داخل البيضة ماشي مكتوب عليها لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس تمام طلع معنا أول إشي شعر زي ما أنتم شايفين وطلع معنا العمل والسحر اللي موجود الآن بصير يدور بصير يدور على الأساس أنه فيه إشي ثاني عمل ثاني طبعا فيه شعر لسه جوا تمام والأخوان قلبت معدي دي تمام فبطلع معاه أنه ما فيها أي شي ماشي البيض ما فيه أي شي ثاني إذن طلعنا العمل والسحر قدام الناس تمام وصلنا كيف بطلع العمل والسحر ماشي ووضحنا لكم كيف بطلع الآن كيف نشغل هذا كيف نشغل طبعا بآخر الفيديو راح تشوفه المواد المستخدمة ماشي عنا اليوهو عنا اليوهو إخوان ماشي وشوية شعر شوية شغلات لزقناهن هون تمام المشكلة الباقي اللي لزق مش راضي يطلع لزقناهن هون الآن مجرد ما قال لكم بدي أروح على أصلي ولا أبصر شوي سوي لزق الشغلات هاي وكل ما هو جايكو هو عامل هيك يعني هو مش ضاب إشي في إيدو هو عامل هيك تمام فأجهة سوى هيك نزل السحر بالطريقة هاي نزله في التخبيص هذا تمام وبيني لكم السحر هاي الطريقة اللي بيستخدموها أول طريقة للروحانيين اللي بيخسموا حالهم روحانيين ومش عوذين ومش عارف إيش وبفكروا حالهم أنهم بدوا موصلوا لها نتيجة كبيرة جدا تمام هاي أول طريقة بيستخدموها عشان يبهروكو عشان تفكروا أنهم خارقين وهم إشي كبير تمام ولا تنسوا الاشتراك يا أخوان بالقناة وتفعيل الجرس وتعطونا لايكات ولا مش مشترك في القناة يشترك في القناة واشتراك في القناة واشتراك في الحلقات السوق والحلقات الجاي أهلا وسهلا فيكو شكراً لكم المتابعة طبعاً يا أخوان اللي استخدمناها بالضبط المواد اللي استخدمناها هي عبارة عن هاي شمعة شمعة عادية بيجيبوها من الدكانة تمام قلم روحاني نطلسه مع لي بطلسه من من عارف إيش تمام قلم روحاني عادي بتجيبوه من المكتبة بتقولولو بدنا قلم روحاني بيعطيكوها تمام كمشة شعر هاي زي ما انتو شايفين كمشة شعر تمام ورقة صغيرة مكتوب عليها الطلاسم والسحر واللي بدنا نطلعه من داخل البيضة هذا هو لزيق يوهو عدد واحد ماشي ماشي احراء نستخدم منه نقطتين بس تمام والبيضة اللي حكينا عنها من وين ما بتقول جيبوها جيبوها تمام لس تروح عددو كان قولوا لو بعطينا بيضة روحانية ماشي بيضة روحانية مش تقولوا لو بدنا بيضة عادية لا بيضة روحانية اخوان والصحن الزبدية الصحن الشفاف اللي استخدمنا عشان نسوي هاي العملية اللي بضحكوا عن الناس فيها طبعا مش بيشترك في القناة يا اخوان اشترك في القناة بفعل الجرس وتسوناش من اللايكات والاشتراكات عشان شوفوا الحلقات السابقة والحلقات الجاية تمام وطبعا هاي الحلقات رح تكون اختصاص القناة الثانية تمام هاي بداية الحلقة عشان تعرفوا كيف الشغل تباحها وكيف بيشتغلوا هذولا الروحانيين اللي بيجو بقولك بنسحب من تحت الارض واشتغلوا هالشغل هغا اللي احنا بنحكي عنه اهلا وسهلا فيكو شكرا من المتابعة